احنا كنا بنتكلم على انه احنا من خلال عملية التقييم بنقدر نحقق عدد من الاهداف لانه عملية التقييم دي او الاسيسمنت هي وسيلة ان انا اجمع معلومات عن الحالة اللي انا بتعامل معها عشان اقدر في الاخر احدد اذا كنت بصدد مشكلة ولا لا بصدد اعاقة ولا لا اجاوب على السؤال الرئيس اللي انا عايز ايه اجاوب عليه وقلت لحضراتكم انه عملية التقييم ممكن تساعد في وضع التشخيص ماشي حتى وان كان التشخيص اللي بيقوم بيه الطبيب احنا حتى لما بنيجي نكتب في التقرير بتاعنا فكرة التشخيص ما بنقولش انه يتشخص كذا لان ده معناه ان انا تجاوزت حدودي انا حدودي مرتبطة بعملية التقييم وده هدف في حد ذاته ياريت بس نقوم بيه يعني ياريت نقدر ان احنا نقوم بيه لكن من الممكن انك انت اتحط عبارات تشير الى انه الاداءات بتدي احتمال انه ممكن يبقى كذا او بيتشابه مع الاعاقة الفلانية او الاضطراب الايه الفلانية لكن قلت لحضراتكم ان في اطار اهتمام التشخيص لتقييم بجمع معلومات ان هذه المعلومات من الممكن انها تساعدني في ان احدد كفاءة البرنامج العلاجي اللي انا عملته او برنامج التدخل او البرنامج التدريبي اللي هو انتو بتعملوه في شغلكم ماشي لما تعمل برنامج تدريبي مش عارف لتنمية مهارات كذا ولا تنمية كذا ولا مش عارف لتغيير مشكلة معينة او برامج لتعديل السلوك او او الى اخر بيبقى السؤال بالنسبة النات طب البرنامج ده جايب نتيجة ولا مش جايب نتيجة عشان اقدر اجاوب على السؤال ده واحكم اذا كان البرنامج ده جايب نتيجة ولا مهواش جايب نتيجة يبقى لازم نمرة واحد ان انا اعمل تقييم بنسميه بري اسيسمات يعني ايه بري يعني ما قبل التدخل العلاجي بقوم بعملية تقييم فبقيس الوظائف اللي انا هدف البرنامج بتاعي انه هو يعملها يعني لو انا عامل برنامج تدريبي مثلا لمجموعة من الاطفال عشان انمي الخدرات الابداعية يبقى لازم ابدأ شغلي بان انا اقيس عندهم الخدرات الابداعية عشان اعرف خط الاساس اللي انا هقف عنده عشان بعد كده لما طبق البرنامج ارجع اقيس تاني عشان اشوف اذا كان جاب نتيجة ولا ما جابش نتيجة البرنامج ما اقدرش احكم بالنظر كده لازم يتم من خلال المقارنة ما بين البري اساسمنت اللي اتعمل اب وما بين البوست اساسمنت اللي اتعمل بعد عشان كده الخطوات بتبدأ بعملية تقييم مسبق ثم تنفيذ للبرنامج ثم اعادة تقييم مرة تانية عشان اشوف مدى كفاءة البرنامج في انه يحقالي الاهداف اللي هي مرجوة منه ثم بعد كده بعد ما بخلص وبتيقن بقى من ان البرنامج بتاعي كفاء بيبقى لابد من ان انا اتساءل عن سابات نتائج البرنامج اه البرنامج جاب نتائج دلوقتي فتبقى اعمل برنامج تعديل سلوك اللي طفل عنده مشكلة سلوكية معينة طب هو جاب نتائج دلوقتي بعد ما انا طبعت البرنامج وده ظهر في ان السلوكيات العدوانية مثلا اذا كانت هي دي هدفنا انخفضت انخفضت بعد البرنامج عما كانت عنه قبل البرنامج طيب هل هزي النتائج هتفضل سبتة ولا من الممكن ان النتائج دي بعد شوية ترجع تاني تختفي وزي ما بيقولوا كده بالمثل الشعبي ترجع عريمة لعادتها القديمة وترجع تاني السلوكيات العدوانية فهنا انا اتحدث عن سابات النتائج مش كفاءة البرنامج النتائج دي سبتة ولا ما هي السبتة هتفضل المستمرة ولا لا وعشان دي يتحقق بنعمله من خلال متابعات متابعة اولى متابعة تانية ولابد ان تكون المدة اللي انا هعمل فيها المتابعة تكون بعد مدة تساوي ضعف مدة البرنامج يعني لو انا مثلا جيت معايا طفلة دلوقتي وعنده سلوكيات عدوانية ثم عملت برنامج لتعديل السلوك العدواني عنده قبل ما انافذ البرنامج لازم نمر واحد ان انا اعمل عملية تقييم لمستوى السلوك العدواني عنده وما ظهره قبل ما اعمل البرنامج وده اللي بنسميه قولنا بري اسس عملته ثم بدأت انافذ البرنامج ثم اعطت التقييم مرة تانية اللي هو البوست اسسمنت فلقيت انه السلوكيات العدوانية اختفت بعد ما كان مثلا بيمارس سلوك عدواني مثلا سبع مرات في اليوم بقوا ثلاثة بس ما احنا ما بنا دايما التحسن ما بيبقاش على طريقة اولورنان انه من الكل للعدم ان الحاجة تختفي تماما لكن اختفاء بعض السلوكيات العدوانية هو في حد ذاته مؤشر على ان البرنامج دو البرنامج كويس وان هو حقق بعض النتائج المرجوه منه صحيح مش بنسبة مية في المية لكنه حقق فخلص قدرت اوصل للنتيجة دي ازاي من خلال المقارنة اللي انا عملتها ما بين قبل وبعد طب هل النتائج دي هتفضل السابتة فيقوم يقول لك لازم تعمل التقييم الايه البعدي بقى سوى يفضل على الاقل تقييم واحد اللي لم يكن ايه تقييمين بعديين طب اعملهم امتى يعني احنا مثلا نفترض ان انا جايلي الطفل ده يوم واحد واحد الفين تلاتة وعشرين وعملت التقييم وتاني يوم بدأت انافذ البرنامج يوم اثنين واحد الفين تلاتة وعشرين ثم البرنامج قعد معايا ثلاث شهور ثم اشتغلت من اثنين واحد الفين تلاتة وعشرين لتنين أربعة ألفين تلاتة وعشرين اللي هو مدة التلات شهور بتقلقيه البرنامج طيب بعد ما خلصت ورحت يوم تلاتة أربعة تلاتة إبريل رحت عملت إعادة تقييم اليوم التاني مباشرة أو في نفس اليوم فلقيت خلاص الحمد لله البرنامج جاب نتيجة أو ما قول عايزة عمل فولو أب بقى أولاني أعمله إمتى فيقول لك تعمله بعد مدة تساوي ضعف في مدة البرنامج لعليك يعني البرنامج دو ثلاتة شهر يبقى تعمله بعد ما انتهى البرنامج بستة شهور إذا كان البرنامج انتهى 4 إبريل يبقى عد بقى 6 شهور بعد 2 إبريل فبنتكلم على إنه أول متابعة تتعمل يوم 2 عشر في 2023 يعني بعد 6 شهور كاملين من من البرنامج ثم المتابعة الثانية تساوي ضعف في مدة البرنامج مرة تانية يعني نعد بقى ست شهور جديدة فنلاقي نفسنا دخلنا كده في شهر أربعة في ألفين أربعة وعشرين بعض الناس تقول ايه ده دي مدة طويلة قوي انا طولت ما انا عايز اطول لان انا عايز اعرف البرنامج سابت ولا مسابت هو انا النهاردة لو اني الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم دوت وخلاص وانتو عرفتوه وعشرة على عشرة وامتحنتو وجبتو النتيجة انها ايه طيب هل هذه المعلومات هتفضل ثابتة في دماغكم؟ طب ما انا كل بقى مطول المسافة اللي ارجع فيها مرة تانية امتحنكم كل ما ده هيديني مؤشر افضل على ثابت النتائج عشان كده محدش يبقى مستغرب قوي يقول ايه ده انا هطول المدة بالمنظر ده يعني انا بدأت برنامج في اتنين يناير وحعمل المتابعة التانية في اتنين ابريل الفين اربعة وعشرين يعني اتنين ابريل اربعة وعشرين يعني انت بتتكلم بعد اربعتاشر شهر من بداية البرنامج اه ما هو داخل فيها مدة البرنامج وداخل فيها ايضا ست شهور متابعة اولى ثم ست شهور متابعة ايه تانية اه ده ده التصميم او الدزاين اللي احنا بنشتغل به في علم النفس الاكلينيكي في التعامل مع البرامج العلاجية والبرامج التأهيلية والبرامج التدريبية وبرامج تنمية المهارات وبرامج تعديل السلوك الى اخره بهذا الشهر اذا عشان نرجع نلم اللي احنا قلناه تاني احنا اتفقنا ان المعائل الاخصائي النفسي له ثلاث مهام اساسيه اول مهمة فيهم اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات وفي الجزء اللي يغاد دلوقتي وهي المهمة المرتبطة بعملية التقييم اما ثاني المهام ودي المهمة الخاصة بالتقييم دي هي اللي احنا هنبدأ نتكلم من خلالها بقى على ازاي يكتب تقرير خلاص وعمل عملية التقييم ايه هي العناصر اللي موجودة جوا التقرير ايه الخصائص اللي بتميز التقرير النفسي الاكلينيكي الجيد ايه هي المحتويات المتضمنة او العناصر المختلفة اللي موجودة جوا التقرير وهنعرف ان عندنا 8 عناصر وهنحاول ان احنا نمشي فيهم ان شاء الله في خلال محاضراتنا ونوضحهم مع ضرب امثلة كمان لبعض النمازج من تقارير اتعاملت في مجال العلم النفس الاكلينيكي المهمة التانية بعد التقييم وهي الوقاية او اللي بيقولوا عليها بالانجليزي بيريفينشن والوقاية لها 3 صور الصورة الاولى يطلقون عليها الوقاية من الدرجة الاولى او يقولوا عليها بالانجليزي برايماري بيريفينشن او فيرست دي جري اوف بيريفينشن أما النوع الثاني فهي الوقاية من الدرجة الثانية Secondary Prevention أما الوقاية الثالثة فهي The Third Degree of Prevention أو The Third Type of Prevention أو Tertiary Prevention أي الوقاية من الدرجة الثالثة إيه المقصود بأنواع الوقاية الثلاثة دولت واللي هما موجودين في إطار علم النفس الإكلينيكي الوقاية والطب طبعا والطب العموما والطب النفسي بصفة خاصة وهو وقاية من الدرجة الأولى بمعنى منع ظهور المرض أو الاضطراب أو الإعاقة قبل ظهوره يعني ناس عندهم استعداد لكن ما هماش مرضى ولا أورادي ظهرت الإعاقة ولا ظهر المرض ثم تمنع ظهور المرض من خلال إجراءات مختلفة قد تتضمن تحسين البيئة بتاعت الشخص قد تتضمن تدريبات معينة قد تتضمن أشياء بهذا الشكل تمام؟ فالنوع الأول معناه منع ظهور المرض يعني لو أنه مثلا أنا عندي يعني مية طفل الطفل دولة مستهدفين لأنه هم يظهر عندهم مرض أو اضطراب نفسي بسبب أنه هم عايشين في بيئة بتشجع على ظهور المرض زي ما تعرضين لأساليب تنشيئة سلبية زي ما تعرضين للتنمر داخل الأسرة أو المعاملة السيئة أو الإهمال ده معناه أنه هم في بيئة خصبة أن يظهر عندهم مشاكل نفسية والاضطرابات نفسية وبعدين جيت رحت واخد المية الطفل دول وعملت لهم برنامج وقاية وحاولت أن أنا أقلل من الأسار السلبية دول ديت بحيث أنه ما يقعوش في الاضطرابة وإذا بيئة وجدت أن حوالي البرنامج الوقائي ده نجح مع سبعين طفل أنهم ما يقعوش في المرض برغم أنهم عندهم استعداد للمرض من خلال المناخ السيئة اللي هم عايشين فيه أو حتى من خلال الاستعداد الوراثي إذا كان المرض ده أو الاضطراب لي أساس وراسي طيب السبعين بس اللي انجحت معاه أني أمنع ظهور المرض قبل ما يظهر طيب ماذا عن التلاتين؟ التلاتين دول واضح أنه ما نجحناش معه وإلا كنا قلنا أنهم مية في المية فشلنا يعني إيه فشلنا؟ يعني أنهم وقعوا أو أصيبوا بالمرض وهنا إيه وعا أي حد على فكرة يقلق من كلمة فشلنا دي لا هو أصله الحياة وأي مهنة وأي ممرسة ما فيهاش نجاح مية في المية على الأرض وعلى الكرة الأرضية لا يوجد نجاح مية في المية إلا عند الله عز وجل وطبعا الرسل بتوعب يعتبر أنهم مرسلين برسائل ومؤيدين منه وحتى دول لم يرد الله عز وجل أن يوفقوا بنسبة مية في المية فلم يرسل نبي ونجح أنه هو يخلي كل القوم بتاعه يؤمنوا به ويخرجوا من الكفر اللي فيه وينضموا ودي حكمة ربنا سبحانه وتعالى أن يفضل هو الأوحد الذي يقول للشاء يكون فيكون فما فيش نجاح مطلق عند أي حد من البشر إلا لكن النجاح المطلق بيد الله عز وجل فهنا ما نقلقش أن نقول ما وفقناش أو ما نجحناش لأنه مش ممكن النجاح عندنا حيبقى مية في المية أو إلا بعد شوية حنحس إن إحنا آلهة بقى ماشي على الأرض ما إحناش مجرد بشر لهم قدرة محدودة ولم يؤتوا من العلم إلا قليلة وما قطيتوا من العلم إلا إيه قليلة يعني شوف قليلة يعني حاجة قليلة أوي حاجة ما تسواش ماشي شوف كل العلم ده وهو قليل فهنا نعمل إيه بقى مع التلاتين يعني نرميهم يعني نقول خلاص يروحوا بالسلامة يعني يقول لك لا تعالى بقى نشتغل معاهم بوقاية من الدرجة الثانية يعني إيه وقاية من الدرجة الثانية أين نحاول أن نمنع أن يتحول المرض أو الإعاقة أو الاضطراب الكلام ينطبق على التلاتة إلى مرض أو إعاقة أو اضطراب مزمن يظل ما يبقاش كورونيك يعني يفضل أكيوت حالة حادة لكن ما توصلش لدرجة الإزماء يتفضل مستمرة وبروجريسيب بيحصل بروجريشن بهذا الشكل يبقى إذن الاضطراب حصل لكن كل اللي أنا عملته بس هو مجرد أني أنا أحاول أني أنا أمنع أن الاضطراب يتحول إلى مرحلة الإزماء طيب جينا عملنا ده مع التلاتين طبعا مش هعمله بقى مع السبعين مع السبعين خلاص إحنا منعنا ظهور المرض عملته مع التلاتين وإذا بيه إن إحنا ننجح مع عشرين فقط إن المرض ما يتحولش أو الإعاقة أو الاضطراب إلى مرض أو اضطراب أو إعاقة مزمنة بالنسبة يتبقى ليه عشر طب العشرة دول أنا لا نجحت إن أنا أعمل لهم وقاية من الدرجة الأولى ولا نجح تعمل لهم وقاية من الدرجة الثانية نقوم نعمل معهم وقاية من الدرجة الثالثة الوقاية من الدرجة الثالثة بيبقى تركزها الأساسي على نقطتين مهمين قوي النقطة الأولى إنك أنت تقلل من النيجاتف إفكتس بتاعة الإعاقة أو الاضطراب ماشي نقلل من الأثار السلبية بتاعته بحيث إنها ما تخليش هذه الأثار السلبية حتى تضمر حياة البني أدم دي والنوع الثاني أو المحور الثاني في الوقاية من الدرجة الثالثة وهي إن أنا أقلل من الانتكاسة يعني لو الولد ده بتجيله أعراض اكتئاب مثلا ما بتقعدش أعراض الاكتئاب ديت موجودة طول السنة بتيجي مثلا ستة شهر وبعدين تختفي تحسن له مثلا شهرين ثلاثة وبعدين ممكن ترجع تاني بعدها تقعد لها أربع خمسة شهر إحنا بيبقى حلمنا إن إحنا نقلل من الدوريشن الدوام يعني إيه نقلل من الدوام يعني بدل من النوب الانتكاسة دي ولا النوبة دي تقعد ستة شهر طب ما يريد تقعد أربعة بس تقولي إيه دا هي فرقت يعني الشهرين قطع قللت المعاناة اللي موجودة عنده وساعدته على إنه يبقى بيعمل فانكشنينج أداء وظيفي على أقل الشهرين دور اللي هم أنا قدرت إن أنا أواجه المشكلة فيها في خلال الشهرين دور فالوقاية من الدرجة التالتة بتشتغل على تقليل الأثار الجانبية الأثار السلبية عفوا وعلى تقليل مدة الانتكاسة عند الشخص لكن في الوقاية التانية والتالتة إحنا متفقين على إن المرض أو الإعاقة موجود ما هيش الوقاية الأولى بس هي للاضطراب أو الإعاقة مش هبقى موجود في الثانية والتالتة خلاص هو زهرت الإعاقة أو زهر المرض وإحنا بنحاول نتعامل بحيث في واحدة فيهم نقلل من احتمالية الإزمان الكورونيست يعني وواحدة فيهم بنتعامل إننا نقلل من الدوريشن والنيجاتيب إفكتس اللي ممكن تبقى مصحبة للمرض ده أو الاضطراب ده أو الإعاقة دي ده ما يتعلق به الجزئية الخاصة بالوقاية والدور التاني اللي ممكن يقوم به المعالج النفسي أو الاختصاصي النفسي المرتبط بأشكال الوقاية عايز أقول لكم مثلا 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 الدكتور طه أحسين كشخص تعرض لإعاقة بصرية هل إحنا نقدر نقول كده إنه تم نجاح الوقاية من الدرجة الأولى معاه تقوم تقول لا لأن الإعاقة حصلت طالما حصلت يبقى ما عملناش وقاية من الدرجة الأولى طب هل تم إنه الوقاية تبقى من الدرجة التانية نجاحنا فيها فيقول لك لا لأن الإعاقة أصبحت مزمنة ومستمرة معاه إنما اللي تعمل معاه هي وقاية من الدرجة التالت بمعنى إنك أنت قللت من الآثار اللي ممكن تنتج عن الإعاقة فبقى طه أحسين شوفوا بقى بحجم طه أحسين ماشي بالمناصب اللي تقلدها واللي كان منها مثلا إنه عميد لكلية أداب القاهرة وكان مش عارف وزير المعارف اللي هو زي وزير التعليم شوف وصل لهذه المعارف ومش بس كده القضية مش مناصب وبس كمان بياخد الدكتورامن السوربون من جامعة من أعرق الجامعات على مستوى العالم كله ماشي كم واحد عندنا في مصر أخذ دكتورامن السوربون كم واحد لو حصلناهم في المية مليون اللي موجودين ولا المية وشوية اللي موجودين نحن لاقي كم واحد عددهم قد ايه؟ نسبتهم قد ايه بالنسبة؟ واحد منهم كان عنده إعاقة بصرية فاللي اتعمل هنا كأنه وقاية من الدرجة الثالثة بمعنى إن فضة الإعاقة موجودة وتحولت كمان إلى إعاقة مزمنة لكن قدر يتم التعامل مع الأثار السلبية للإعاقة فيقدر يحقق نجاح حتى في ظل الإعاقة أما المهمة الثالثة اللي هي موجودة وهي بقى المهمة الخاصة بالعلاج أو التدخل كلمة مصطلح التدخل أو intervention ده مصطلح عام قوي يدخل فيه كل أشكال التدخل اللي ممكن أنها تتعمل يدخل فيه العلاج النفسي يدخل فيه برامج تعديل السلوك يدخل فيها كل ما يتعلق مثلا من أي برامج تدخل أو تنمية مهارات أنت عايز تعملها يدخل فيه العلاج الدوائي يعني الدكتور اللي بيعالج بأدوية ده اسمه بيعمل intervention الثرابي بشكل عام والتريتمنت بشكل عام والبهيفير موديفكيشن لكن هذا المصطلح الانترفينشن هو مصطلح كمان أوسع من هذا يعني اللي أنا بعمله مع حضراتكو دلوقتي هو يعتبر intervention هتقولي بس إحنا مش مرضى لكن هو مش التدخل معناه أنك أنت تحاول أنك أنت تغير شيء عند اللي قدامك أو تكسبه شيء ما هواش موجود عنده يبتغير حاجة عنده ماشي بتحدث نوع من التغيير أو بتكسبه حاجة وبرضه إكسابه حاجة دي بتدخل في معنى التغيير برضه أنا غيرت فمفهوم التغيير يرتبط هنا بمصطلح الانترفينشن طب أنا دلوقتي لما نيجي نقول أن أنا بحاول أغير من المعارف أو المعلومات اللي موجودة عندكم في أزودها يبقى ده intervention ولا لأ ده يعتبر intervention بس ما قدرش بقول إنه هو therapeutic intervention لأن أنتو مش مرضى ما قدرش أقول إنه تدخل علاجي لكن ممكن أقول إنه educational intervention فالانترفينشن مصطلح واسع قوي يدخل فيه كل ما يتعلق بأي تدخل أنت بتعمله مع اللي موجود قدامك الشخص بهدف بقى إنك أنت تحدث تغيير سواء كان هذا التغيير في شكل إنك تغير سلوك سلبي أو إنك أنت تكسب سلوك بديل ماشي أو إنك أنت تنمي مهارة ما كانتش موجودة عند هذا الشخص يبقى أحنا عندنا ثلاث مهام أساسيين عندنا في مجال علم النفس الإكلينيكي والراجل اللي بيشتغل في علم النفس الإكلينيكي المهمة الأولى مرتبطة بالتقييم المهمة التانية مرتبطة بالوقاية والمهمة التالتة مرتبطة بعملية العلاج والتدخل اللي ممكن يقوم بيه سواء بقى مع حالات إعاقة سواء بقى مع حالات اضطرابات نفسية أو أمراض نفسية أو غيره أو مشكلات سلوكية إلى أخر دي المقدمة اللي أنا يعني حبيت إن أنا أبدأ بيها معلش هي مقدمة طويلة شوية لكن عشان نأسس عليها بعد كده حدثنا في أول موضوع من الموضوعات اللي حنتكلم عنها وهي الخاصة بكيف يتم كتابة التقرير النفسي الإكلينيكي وهنبدأ بالإشارة من المرة القادمة إن شاء الله إلى ما هي خصائص التقرير النفسي الإكلينيكي الجيد ثم ما هي العناصر الثمانية للتقرير النفسي الإكلينيكي ونمشي بقى فيهم عنصر عنصر ونحاول إن احنا نضرب أمثلة عشان نفهم وهنختم الجزء ده بإذن الله في الكورس بتاعنا بتقرير معروض في أحد الكتب المهمة جداً اللي بيسموها Psychological Assessment of Children لواحد اسمه ساطلر وعارض تقرير وأنا برضو بعدت لحضراتكم التقرير دوت وكنموذج للتقرير الجيدة اللي احنا ممكن إن احنا نتعلم عنها فبعد منها فبعد ما هخلص عرض إيه عناصر التقرير النفسي وأثناء ما احنا بنعرضها هنضرب أمثلة على كل جزئية لكن كمان هنختم الجزء ده الأول من مقررنا بإن احنا نتعرض لمثال لتقرير وهنحاول نعرضه طبعاً زي ما هو كتبه باللغة الإنجليزية لكن طبعاً هنقدم له ترجمة بإذن الله إن شاء الله فنشوف قدام عينينا بقى تكسيد للكلام اللي احنا قلناه على المستوى النظري أو اللي احنا لسه هنقوله على المستوى النظري لكيفية كتابة التقرير النفسي الإكلينيكي طيب لو في أي أسئلة عن عند حضراتكم اتفضل نوقف بس التسجيل علشان تسأله براحتكم ونقدر نرفعه على القناة إن شاء الله